اه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام. اشوف لنبيه ونسانين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اه معك احمد التوابع ومازن. ده شرح اه سريع لاستخدام المؤشرات اه انا انا هتطبع بساعة عشان اه مجرد تجربة على سوق فيه اكشن. طيب. الان يا شباب انت عندك التركيب عندك مؤشر المتوسط ده لونه نقط لما بيكون اخضر لفوق ده معناه ان الاتجاه صاعد احمر معناه الاتجاه عابط. وعندنا الخطوط الافقية دي بتأشر على شمعات الهاي فوليوم الاخيرة. تمام? بمعايير معينة. بي بي ده بروفشنال باي بي اس بروفشنال صل ان او نو ديماند اه اه تي اي ده تست. اوكي? في برضو نمازج قوة اللي اسمها او اللي دي نمازج قوة. وفي نمازج ضعف بتظهر. عموان انت طريقة الشغل بسيطة جدا ان انت كل الموضوع بتبدأ من الفريم الكبير اليومي لغاية وصولك للفريم الاقل. في العملات بنصر لغاية خمس دقايق. في الاسم بنصر لغاية لخمستاشر دجيجة. طيب. الان انا عندي مساعة اليومي ان انا فيه اشارة قوة. طلعنا فوق. المتوسط اخضر. طلعنا فوق منطقة هاي فوليوم. يبقى احنا كده المفروض التركيز عندنا في الشراء او الاكشن تغير السلوك بيحصل تغير في السلوك زي ما بنقول. وبيكون اتجاهك شراء. بتنزل للفريم الاقل. اهل الاربع ساعة. طب انا عندي الاربع ساعة يوضعه نفس السالفة. فوليوم تداول عالي. نزلنا تحته بعدين تغير السلوك. طلعنا تغير السلوك دايما ان المؤشر اللي باخضر. وانك تطلع فوق منطقة الهاي فوليوم. ويجي بعد كده انك انت بتنتظر نموذك التست الاختبار. اللي هو تصحيح من غير فوليوم او فوليوم قليل. فانا هنا بدي يظهر عندي نموذك تست يعني عملنا الدعم هنا برضو كيف هو الدعم ده. بديت اشارة تست. فقدر الان اقول موك يكون عندي فرصة على الفريم الاقل. بص على الساعة. الان اللي حصل. الساعة قدل العالي. اختلقنا الفوق. عملنا تست. هنا التست كان لسه عندك المؤشر ما تغيرش. اب نفس الموضوع تست المؤشر ما تغيرش. فالان انا هنا على زي الساعة. لسه ما جاليش اشارة دخول. لسه ما جاليش اشارة عندي على الساعة. انا عملنا زوم ان كده. دايما احنا بننظر اغلاق فوق برد تست. هدي اغلاق ده. لو اغلاقنا فوق برد تست على الساعة ده تبقى فرصة للدخول. وقف الخسارة بالنسبة لك بيكون دايما تحت الفوليوم التداول العالي. وهدفك بيكون على الاقل هدف المسافة دي. هدفك بيكون مسافة من نقطة دخولك لغاية الفوليوم العالي. او اني يظهر الفوليوم تداول عالي الخروج. ممكن ننزل الفريم اقل نلقطة الفرصة بشكل اسرع. بس لان احنا بنقعد ننزل الفريمات عشان نلقطة الفرصة بشكل اسرع. قادي هنا بصلاحظ معي هنا كان في فوليوم تداول عالي فوق. اه واحنا بقينا تحته. فالى الان انا منتظر ان ممكن لو اغلاقنا فوق الليفل ده. اه بالنسبة ليعتبر برضو اشارة ايجابية مع اللون الاخضر. تمام? لان احنا ده احنا قلنا ان الليفل ده افضل حاجة لما تكون فيه. المستوى بتاع الفوليوم العالي افضل شيء تكون فيه. لو عملت كسر وهمي زي ده هنا ممكن يكون فرصة بالنسبة لك. بس انا ديما بفضل ان يكون فوق الليفل العالي. خلال نقولي اللي هو تقريبا عند المستوى ده. النوحة الخمس دقائية ممكن تكون فرصة تكونت. الخمس دقائية اوكي. بص الخمس دقائية بده يعطينا ايه? اعطينا اشارة ان فيه هنا اه بيع وظهرنا احنا فيه. فده ممتاز جدا. الان انا عندي كده كده نقطة مع بعض. الان احنا قلنا انا افضل شيء ان انا اتجاوز الليفل عالي. طيب انا الان عند الليفل السفلي اللي كنا اسمينه من شوية ده. فيه فوليوم عالي ظهر وخرجنا فيه. الان بقى واللون صار اخضر. الان لو حصل تست هنا اختبار بفوليوم قليل للمنطقة دي تبقى فرصة الدخول سريعة وساعتها هنخش بواف خسارة على فريم الخمس دقايق وهدف الى اعلى. الان يا شباب ده نموذج التست الان حلو. بالنسبة لك تعتبر اكشن. ده نقول احنا مجرد فوق البار. خلاص كده التست تتكون. خلاق فوق البار ده. تبقى اشارة بتاعتنا. هيكون ساعتها واقف الخسارة كله. المسافة دي. تمام? وهيكون الهدف آآ يعني قاملنا كده. دي واحد. دين تقريبا هيكون الهدف هنا. وان تو تو. خلا نقل شوية فوق. ده بتاعنا. تمام? الآن اه حصل اغلاق فوق. اه شوية. ده جيد. اه. ننفذ آآ شرا. اقول say buy ادي الستوبلوز. بنحط الستوبلوز. كان بالزبط تلاتة дети وتس بعين تسعين. تاتة وتسبعين تسعين. التيك روفيت كان اه بعاء سبعين خمس عشرين. خمسة وعشرين. حلو. تمام? وده عندنا وقادي الهدف. آآ طيب يا شباب الآن احنا وصلنا عند الخط اللي فوق خط اللي فوق ده لو لاحظته هو بتاع الفوليوم العالي. فطبيع هنلاقي هنا فيه زي ما بقوله تمام? فانا هنا هبدأ متابع ممكن انزل على فريم اقل كمان عشان لو حصل تغير في السلوك او حاجة اقول ان انا بتاعتي. انا الان الان لسه ما حصلش تغير لسه ما فيش عالي يبقى الى الان زي ما انا جديد هعمل كده. ننتظر نشوف. آآ طيب يا شباب هنا في تغير في السلوك شايفين البار الواسح هشوف اغلاق وشكل الزهر هي هيغلق تحت ولا لا لان كده الخلاص احنا بنا نقل برد. ساعتها ممكن اجني الربح بتاع ساعتها هيبقى بحوالي تلاتتاشر او عشر باب حداشر باب حداشر نقطة. خلينا بس نشوف الاكتش هيكله ازاي? طيب يا شباب الان انا بالنسبة لي آآ اهو. ارى ان احنا كده نخرج من سانية واحدة. ان حصل تغير هنا في السلوك. يبقى زي ما انا مشيت بالتسلسل ده شباب من اول الدقيقة. من اول قصد الديلي. الاتجاه اب. رحت لخمساشر دقيقة. رحت لخمس دقايق. دخلت من هنا من التست. وقلنا ده التارجت. جاء هنا حصل اشارة سلبية. آآ بدأ يحصل تغير في السلوك. رحت قلت خلاص. نزلت على فريم اقل. جنيت ربحي. وابدأ ابحث عن فرصة جديدة. دي الطريقة بتاعت الاستخدام بتاعت السيستم على سوق. حاليا انا جربت على العملات. هجربته برضو على الاسهم. الاسهم بس بنزل خمس شهر دقيقة. موفقين. للحصول على الاشتراك. ممكن عن طريق اللينك الموجود. مجرد ما بتسجل. بيكون عندك كل انت محتاجه ترسل المعرف بتاعك بتاع بعد التسجيل بتكتب المعرف بتاعك. بيشتغل معك مباشرة ان شاء الله.